بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبدالفتاح والنهاردة هنبدأ نشرح الساينس للصف السادس اللي ابتدائي لغات اه اوكي بالنسبة للناس اللي سألتني على الماث بتاع سنة خمسة الماث بتاع سنة خمسة الحقيقة جيت اشرح لقيت ابني صغير يعني ربنا ياهدي مقطع اول تلت دروس من كتاب المعاصر فايه هحاول اتصرف كده في كتابه وان شاء الله هينزل قريب اكي طيب اه اه بتاع سنة ستة اه يونت وان بتتكلم على ايه بتتكلم على فورس اند موشن فورس اند موشن القوة والحركة تمام تعالوا نشوف بقى حنتكلم على ايه في يونت وان اللي هي بعنوان فورس اند موشن طب هو عامل لي هنا صورة اه وانش كده اكي اه او ده لودر تقريبا فهو بيقول لي ان اللودر ده كله اللودر بيعتمد على ايه سيمبل ايجا يعني سيمبل ايجا وهنشوف هي ايه اه بيقول لي لسونز اف ده يونت هناخد تو لسونز اكي اه لسون نمبر وان تايبس اوف ليفرز اكي كلمة ليفر معناها رافعة رافعة اكي طيب اه تايبس اوف ليفرز انواع الروافع نمبر تو لسون نمبر تو اسمه لو اوف ليفرز قانون الروافع اكي طيب يبقى تايبس اوف ليفرز لو اوف ليفرز اكي ليفرز يعني ايه الروافع عايزين نشوف يعني ايه ليفر يعني ايه رافعة اكي طيب اه طيب هنا في المعاصر بيج سيفن اكي هنتكلم لسون نمبر وان تايبس اوف ليفرز انواع الروافع اكي بيقول لي لونج تايم اجو مان انفنتد اه فاري سامبل ماشين تو هالب هيم تو بيرفورم هيفي تاسكس مور ايزلي يعني من قديم الزمن اكي الانسان اخترع سامبل ماشين هلا سهلة جدا عشان ايه تو بيرفورم هيفي تاسكس للاعمال الثقيلة مور ايزلي بسهولة اكي طيب هنشوف ايه هي فبيقول لي تسكرايب ان تو هاندرد سيكستي بي سي باي ذا كريك ساينتس ارشيميدس اكي يبقى اول وصف ليها اكي يعني هي موجودة بنقابل تسكريبشن اكي لكن اول تسكريب او تسكريبشن للليفر كان في ايه تو هاندرد سيكستي بي سي باي ايه ارشيميدس اكي وده طبعا اه فيماس اه ساينتس وليه كتير من ايه من الثيارت اكي ليه نظريات كتير هناخدها ايه اه على مدى ايه اه حياتنا العلمية يعني فمين اللي عمل تسكريبشن للروافع ايه ارشيميدس تمام طيب اه هنا بيقول لي look at the following pictures and represent some examples of levers البكتشورز يلي قدامي فيها some examples of levers بعض امثلة للروافع اكي then regard the common qualities among them اول الحاجات المشتركة بينهم اكي طيب اه first picture كتب لي تحتها wheelbaro wheelbaro عارفين اللي هي العربية بتاعت الحديقة دي او كاتب عربة الحديقة الحقيقة العربية دي بستخدمها في الحديقة فعلا في نقل الحاجات يعني توب طين رمل بستعملها في اعمال مختلفة اكي دي اسمها wheelbaro second picture فيها nutcracker nutcracker اللي هي كسارة البندق picture number three فيها scissors كلنا عارفينه اللي هو المقص تمام طب حد كان يتخيل ان الحاجات دي اساسا بتقوم على levers الرافع هنيجي نشوف يعني ايه lever طيب بيقول لي you will observe that all the previous tools share in the following انت لو لاحظت هتلاقي ان هم مشتركين في الحاجات دي ايه هي بقى الحاجات number one they consists of a rigid bar rigid bar يعني ايه يعني ساق كده ساق قوية او ساق متينة rigid bar طيب ايه تاني حاجة من الحاجات common من الحاجات دي there is an effort force خلاص effort force يعني ايه قوة المجهود اكي دايما اما لاقي كلمة effort force اعرف ان دي ايه affected by the person or by a human اكي دي القوة اللي انا ببذلها اكي effort force كتبلي الحاجات دي باللون blue يعني الحاجات دي لازم تتحفظ اكي يبقى عندي رجد بار عندي effort force دي exerted by a person مبزولة من الشخص to equilibrate the resistance force طب عايزين نفهم الجملة دي اكي resistance force دي قوة المقاومة دي دايما جاية من الobject اكي الobject اللي انا عايز اعمل عليه الword اكي سواء بقى يعني اه حاجة بشيلها حاجة برفعها حاجة كده يبقى resistance force قوة المقاومة دي عادة بتيجي من الobject وهي في 90% من الاحوال كيف بتبقى الweight force اكي اللي هي ايه الوزن تمام يبقى resistance force دي coming from the object اكي يعني يعني ودايما بتبقى ايه الweight اكي ايه في levers او في machines دي اللي قدامي في pictures اكي rigid bar effort force وعندي resistance force اكي طيب واخر حاجة بيقول لي ايه اكي اه سوري هم اربع حاجات there is a fixed point دايما دايما بلاقي fixed point اكي that the bar rotates around اكي اني bar بقى rigid bar اللي انا قلت علي دايما بلاقي عندي fixed point rigid bar rotates around it بيدور حواليها حوالين fixed point داي اسمها ايه اسمها falcrum اسمها falcrum اكي يبقى دايما في levers انا بلاقي حاجات مشتركة ايه هي rigid bar effort force اللي انا ببذلها اكي resistance force اللي جاية من الobject وعندي fixed point عشان الbar دا rotates around it called a falcrum الفixed point اسمها ايه falcrum اسمها falcrum اكي كلهم دول مفروض ايه يتحفظوا rigid bar effort force resistance force falcrum اكي طيب هو هنا بيقوللي from the previous observations we conclude that احنا ايه بقى اللي استنتجنا اكي طيب بيقوللي lever definition بتاع lever it is a rigid bar اكي that rotates around the fixed point دا اللي احنا قلناه called a called falcrum and is affected by an effort force بيأثر عليها effort force and a resistance force اكي اللي هي جاية من الobject تاني طبعا بعد definition دا بها very easy it is a rigid bar rotates around a fixed point called falcrum and is affected وم بتتأثر باي by an effort force a resistance force يبقى الفالcrum دي بيأثر عليها ايه اكي two forces بيأثر عليها two forces effort force اللي انا بعملها وresistance force اللي جاية من الobject اكي تمام طيب هنا بيقوللي the structure of lever ايه تركيب lever طيب نفس الحاجات هنعيدهم هم هم عشان تبقى lever لازم يبقى فيها three items اكي number one a resistance force اكي دي حد ديها السيمبل ايه or or capital اكي دي resistance force number two طبعا قلنا resistance force دي اللي جاية من الobject اكي طيب غالبا بتكون الweight number two an effort force بديها السيمبل F capital effort force effort force قوة المجهود يعني ايه اللي انا ببزلها او it is exerted by a person اكي يبقى effort force number three falcrum falcrum a resistance a resistance data symbol r او جايب لقد example of lever طيب بيقول it is the force that resulted from the weight اغلب الاحيان طيب الresistance force هي الweight فهو بيقول it is the force that resulted from the weight of the body طبعا or of the object that we want to move الجسم اللي احنا عايزين نحرك او الobject اللي احنا عايزين نحرك او طيب اهو يبقى دي resistance force r تجاهل تحت هي the weight of the body that i want to move او of the object that i want to move هي دي resistance force تمام طيب number two an effort force if effort force it is the force exerted by a person to equilibrate the resistance اللي equilibrate يعني تعادل او تساوي يعني ايه الكلام ده يعني عندنا الexamble ده اللي عامل زي السي سو عارفين طيب انا حطيت object هنا النحية دي على left side ولي certain weight معين عشان اعمله عملية moving اعمل ايه لازم احط هنا او ابزل هنا effort force لغاية لما تبقى equal to the weight force اتغاية لما تساويها وبعدين وتزيد عنها شوية عشان اقدر اعمل move او اعمل عملية moving للbody ده اكي يعني تاني body resistance force اللي هي weight طيب انا لو حطيت the same force او عملت بزلت the same force اللي هي effort force خلاص يبقوا الاتنين هيبقوا في ايه the same level في نفس المستوى اكي يعني كان اللوت ده نازل خالص كده نازل بالخشبة دي خالص ملامس ايه الارض اكي طيب انا عملت force هنا لغاية لما بقت force اللي هنا equal to the weight force خلاص بقول اتنين في the same level نفس المستوى كمان محتاجة احط more force more force عشان ايه لو عايزة ارفعه اكتر من كده اكي لكن هو مبدئيا كان نازل بالخشبة اللي تحته للground اكي فانا حطيت effort force equal to weight force لغاية بقوا لما عملت له move وخليته في the same level اكي يبقى effort force must be equal to the load force or greater than يعني مفيش مشكلة انها تبقى greater than لكن ما ينفعش تبقى less than يعني اقل حاجة تبقى equal to the weight force عشان يتعدلوا يبقى effort force تاني effort force اللي انا بعملها must be equal to the weight force or greater than تمام طيب تاني حقر effort force and effort force it is the force exerted by a person هنا بيقلي exercise the following sentences okay the not consists of resistance force okay the weight okay لا sorry sorry اكمل وبعدين نقط and effort force يعني جايب لي 3 حاجات جايب لي resistance force وجايب لي effort force ونائص حاجة وبيقول لي ايه دي طيب يبقى the lever the lever الرفعة consists of resistance force وهو طبعا جايب لي effort force يبقى انا نائص لإيه الفال كرام okay يعني حكتب the lever consists of a resistance force طوما a فالكرام and effort force okay طيب اه هنا بيقول لي examples on levers okay ميديني بعض examples على levers okay number one seesaw عارفيني اللي هي المرجحة بتاعت الأطفال دي واحد جواد هنا واحد النحيا دي إن واحد ينزل واحد يطلع واحد ينزل واحد يطلع دي اسمها ciso okay دي معتمد على الايه على lever okay number two crowbar crowbar اللي هي زي العمود الطويل أو حاجة برفع بيها الحاجات التقيلة بيسموها العتلة okay crowbar okay number number four ايه ده number four على طول number three scissors المقص ده بيعتمد على lever okay عشان فيه fixed bond في النص اللي هي الفالكرام دي اللي هي اللي هي المصمار اللي في النص okay اللي ايه طبعا الصيزورز في two lever عندي الدراع الاولاني okay بي ايه بيروتايت around the falcrum okay وعندي الدراع التاني بيروتايت around the same falcrum على فكرة scissors في two lever تمام two lever طيب number four البوتل abner فتاحة الازاز اللي هي زي فتاحة البيبسيو الحاجات دي الحاجات دي اللي لها غطو طيب number five nut cracker كسارة البندو دي عبارة lever okay number six tabler دباسة تمام number seven ice holder or sweet holder اي حامل الحامل الكبير اللي احنا بنمسك به مثلا قطعة جاتو او بنمسك به اي حاجة ده اسمه ايه ice holder or sweet holder ده معتمد على lever okay وحنشوف ازاي كل الحاجات دي حتيتشارح ويل بارو بيلو بارو اللي هي قلنا ايه عربة الحديقة ايه number nine manual broom المكنسة اليدوية اللي هي ايه المقشة الطويلة دي ايه manual broom تمام ايه طيب هنا عندي في page number nine بيقول لي ايه the importance of lever the importance of lever يعني ايه يعني اهمية الرافعة okay طيب levers are very important in our life ليه بقى because they make the tasks be performed more easily تخلي الحاجات خصوصا okay the heavy tasks can be performed more easily ممكن تتعمل بسهول by doing one or more of the following functions okay الروافع بتعمل one or more of the following functions هنا كتب لي importance of lever okay طيب بتعمل ايه بقى الليبرز بتعمل ايه number one increasing force بعض الروافع انا بستخدمها عشان ايه مضاعفة force القوة okay يعني انا اعمل okay small force okay يجيلي على الobject ايه large force يبقى دي بتعمل ايه increasing force okay طيب number two increasing distance يعني some lever ايه يعني ايه i move it small distance and i get motion of the object for large distance okay يعني انا بحرك small distance ويجيلي على النحية التانية okay على الobject اللي انا عايزة احركه large distance okay يبقى increasing the distance okay number three increasing speed زيادة او مضاعفة السرعة increasing speed انا اعمل small speed احصل على large speed يبقى هي بتعمل increasing speed وحنشوف example على كل حاجة okay number four moving the force from one place to another برضو يعني ايه i do small force okay at certain place and i get large force at another place okay يبقى moving the force from one place to another يعني هي مش بتعمل increasing لل force بس لا دي ممكن تعمل moving لل force from one place to another خلاص طيب number five accuracy in performance okay الدقة في الاداء يعني ساعات الحاجات الدقيقة جدا بيبقى ليها tools okay include lever بيبقى ليها آلة كده فيها lever دي بتعمل ايه عشان lever accuracy in performance ليها دقة في الاداء okay number six avoid dangers okay تجنب الاخطار معنى ان انا اقدر اعمل moving لل force okay يعني احرك الفورس يبقى انا اكون وقفة certain place واعمل force ماشي then i get large force in another place يعني ببزل small force واحصل على large force في مكان تاني خالص يبقى انا اقدر استخدمها في الاماكن اللي فيها dangerous okay تمام يبقى عرفنا importance importance of lever the importance of levers number one increasing force number two increasing distance number three increasing speed يبقى بعملها يام اضاعف القوة او المسافة او الصرة increasing force increasing distance increasing speed تمام طيب number four moving the force from one place to another بحرك the force okay number five accuracy in performance دقة في الاداء number six avoid dangers تجنب الاخطار okay حاجة دي طبعا very important لازم تتحفظ okay طيب هنا بيقول لي طيب هنمسك number one increasing force عايز اعرف ال lever ازاي بتعمل increasing لل force okay هو هنا بيقول لي some levers save the exerted effort by using a small force to move heavy loads okay بعض ال levers بتعمل ايه save the exerted effort okay بتتدخر او بتحافظ على الجهد المبزول okay save the exerted effort okay طيب ازاي بقى by using a small force خلاص يعني انا اعمل small force okay to move heavy loads وبحصل على large force وبعدين اقدر اعمل moving للheavy loads تمام تاني بيقول لي ايه some levers save exerted effort بتوفر المجهود by using a small force ازاي بتوفر المجهود لان هي بتستخدم a small force وعملها باللون البلو يعني لازم تتحافظ okay يبقى by using a small force to move heavy loads زي ايه بقى زي الكروبار اهي الكروبار دي بيسموها العتلة شايفين اه في بلوك كبير جدا من يعني بلوك كده وهو عايز يرفعه الوركر ده عايز يرفعه فهو جاب ريجد بار اهو اكي وعمل ايده الليفت هاند بوينت اهو سبتها على رجله اكي طيب وعمل افورت فورس فين فوق اكي اعمل افورت فورس حصل على ايه large force او عمل هو افورت فورس وزادت كمان شوية بس حصل على large force عند الابشك اكي يبقى دي الايه الكروبار الكروبار ده بيعمل ايه increasing force اكي يبقى الكروبار بيعمل increasing force وعندي number two nut cracker كسرت البندق نفس الحكاية ال nut cracker اكي طيب اه الفيكسيت باينت عندي فوق فوق المصمار او المفصلة اللي مسكة الايه التوبار على فكرة ال nut cracker دي فيها two lever two lever عشان عندي two bar rotate around fixed point عندي fixed point فوق وعندي bar بيروتات around it وعندي بار تحت روتات around it يبقى دي two levers اكي دي فيها رفعتين ال nut cracker اكي دي برضو increasing force يعني هي الobject في النص وعندي fixed point فوق وانا حامل small force اكي هحصل على large force وايه واكثر الايه ال nut اكي يعني انا بعمل small distance من فوق برضو نفس الحكاية في هنا rigid bar اهو وهي عملت left hand as a fixed point اهي وبالright hand عملت small distance اكي حصلت تحت تحت على large distance يبقى manual broom دي ايه increasing distance اكي طيب تعالوا نشوف كاتب ايه some levers a low exerting force for a small distance to move an object for a longer distance اكي هنا exerted بتخلي exerting force for a small distance اكي انا بعمل force بس لمسافة بسيطة for a small distance بحصل النحية التانية على force برضو بس for a longer distance اكي طبعا يتحفظ المكتوب باللون البلو اكي طيب اه example in the manual broom your hand moves a small distance at the upper part تمام your hand move for a small distance at the upper part اكي of the broom while its lower part moves longer distance lower part بحصل اي moving a longer distance يبقى المانيو broom the example of a of increasing distance اكي طيب هنا في page 10 بتكلم على ا number 3 of importance of levers increasing speed increasing speed زيادة a السبيد زي a some بيقول some levers increase the speed بتزود السرع يعني i do i do okay force for a with small speed okay and i get force with large speed يعني بيهت بيهت كده with speed okay لكن هو بيعمل force with small speed okay وبيحصل على ايه force with large speed at the object تمام تمام يبا الاكزامبل on increasing speed okay اللي هي الهاكي بت okay دي increase the speed تمام طيب number four moving force from one place to another moving force من مكان لمكان from one place to another برضو كي دي المانيوال بروم يبا انا عندي المانيوال بروم كي increasing distance و increasing و و transfer force from one place to another okay طيب تمام يبا المانيوال بروم increasing distance و moving force from one place to another يبا moving force from one place to another example in the manual بروم the force of your hand moves from one place to another خلاص يبا force اللي انا بعملها اللي هي الايه ال effort force moves from one place to another واضح جدا ان انا بحرك البروم من مكان للتاني يبقى انا increase distance وكي وبعمل ايه لل ايه لل force تمام طيب اه طبعا to collect the garbage without bending عشان ليه بعمل moving لل force ليه بنئ لل force من مكان للتاني عشان اجمع من خير بدون انحناء اكي ان انا مش عايزة انحني كده ان انا عايزة اكلك ال garbage around the place اكي انا مش عايز انحني فبن الفورس كي بعمل moving لل force to collect the garbage without bending من غير ما ايه انحني طيب number five accuracy in performance الدقة في الاداء some levers are used to pick up very small objects باستخدمها عشان التقط الاشياء الصغيرة جدا جدا يعني مثلا التقط piece of diamond اعمل surgery operation يعني عملية جراحية باستخدم اسمه 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 اللي هي الملاقيت الملقاط يعني ده بيديني دقة في الاداء طيب ده محتمد على ايه محتمد على lever على فكرة وهو two levers اي حاجة ليها two bar دراعين كده يبقى دي فيها two levers عندي first bar rotate around a falcrum وعندي second bar rotate around falcrum يبقى التوزرز دي consist of two levers مش lever واحدة لا هو فيه رفعتين two levers طيب يبقى accuracy in performance دي some levers are used to pick up very small objects زي the tweezers وذي بتبقى في surgery operations او مثلا ايه لما ايه اخد مثلا ايه hot things or small things زي مثلا piece of diamond حاجات كده طيب number six avoid dangers تجنب الاخطار avoid dangers some levers are used to pick up hot or cold or poisonous materials يعني انا ممكن استخدم levers عشان التقط ايه الhot things or cold things or poisonous materials زي الحاجات السامة يبقى برضو حمسكها بholder الholder ده في برضو two levers اكي لانه في two bar rotates around falcrum يبقى هو ايه في two levers اكي يبقى avoid dangers example الكل holder حامل الفحم او ماسك الفحم cool holder ice holder اكي تمام as an increasing force lever ليه بتعتبر increasing force lever رافعة مضاعفة للقوة okay increasing force lever تمام نقول ايه because it is used to move heavy load okay used to move heavy load by using a small effort force okay باستخدام small effort force تاني ليه الكرو bar بتعتبر increasing force lever ليه okay انها اقول because it is used to move heavy load يعني بعمل مقارنة اهو انا بحرك heavy load حمل سقيل by using small effort force عن طريق بازل okay قوة صغيرة okay طب يا جماعة ده heavy load وانا حامل small effort force ايوة هي دي increasing force lever هي دي الرافعة المضاعفة للقوة okay اللي هي فيها ايه اللي هي فيها ان انا بعمل move للheavy load ولكن بستخدم ايه by using a small effort force تمام طيب وعشان كده بنعتبرها increasing force lever تاني the crowbar is considered as an increasing force lever اقول because it is used to move heavy load by using a small effort force تمام طيب بيقوللي doctors and watch makers use tweezers as a lever okay لي بيستخدم الملاقي زي الرفعة okay طبعا عشان هو because it is used to pick up very small objects okay عشان بيلتقط بيها very small object تاني doctors and watch makers الدكتور طبعا ما احنا قلنا في surgery operations يعني الدكتور عايز آآ يمسك مثلا artery or vein يعني وريد او شريان او كده فطبعا عايز accuracy okay performance لازم يستخدم tweezers يعني آآ lever tweezers يعني lever يعني رفع okay يبقى and watch makers الساعاتي بيلتقط حاجات صغيرة جدا مكونات الساع يعني watch makers use tweezers as a lever okay because it is used to pick up very small objects عشان هي بتستخدم في التقاط الحاجات الدقيقة جدا because it is used to pick up a very small object okay آآ طيب هنا question complete number one not is an example of levers used to increase the speed of objects طبعا الحاجة اللي فيها السبيد هي الهاكيبات الهاكيبات okay number two not is an example of levers used to pick up small objects طبعا pick up small objects يبقى tweezers okay الملاقيت number three not and not are examples of levers used to increase force لمضاعفة القوة increase force احنا قلنا عندي crowbar وعندي not cracker crowbar and not cracker the examples of levers used to increase force تمام المرة الجاية هنشرح types of levers okay عشان تقدروا تذكروا كويس ارجو ان انتو تحفظوا اللي احنا قلناه وتنسوش تعملوا like و subscribe عشان الناس كلها تستفيد بيجي لي كومنتات كتير جدا معلش مش عايز فيين يوصلوا للفيديوهات اعملوا بعد اذنوكو like و subscribe وبالتوفيق ان شاء الله ونتقابل للدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته